مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بالنهار الخامس من تحدي الربيع سوى أقوى بأسبوعين اليوم لدينا تمارين قوة من امتحن من خلالها قدرتنا على التحمل لدينا تمارين بالعطيس لن نركز أكثر على جوانب الجسم مثلا نحن نكون لدينا تمارين تساعد على تقوية العضلات الجانبية خاصة العضلات النائمة يمكن أن يساعدنا بالتخلص من المشكلة الخاصة إذا كنتوا بتعانوا منها كمان نحن نركز على العضلات الجانبية للجسم عضلات الخسر وعضلات الأرض وعضلات الساقين فأعتبروا اليوم مثل حصة لنحت الجسم كلهم من عند الجوانب لا تنسوا تخبروا أصحابكم أهلكون والأولادكم عن هذا التحدي بعضنا مبنشين ففيكم بعد تشتركوا بالتحدي برجع بذكركم أنه لدينا أربع تمارين اليوم اللي نعملون على خمس جولات اليوم بالأخص بدل الأربع تمارين لدينا تمارينين اللي نعملون على جهة اليمين وجهة اليسار أخر عندكم على الشاشة العد التنازل كمان عشي محل التمرين المعدل اللي هو أخف حدية ففيكم طعموا دائماً التمرين المعدل إذا حابين تخففوا من شدة التمرين بعد ما اشتركوا بالقناة شو ناطرين اشتركوا بالقناة وكبسوا على زر الإشعارات لأنه كل يوم حكونا ننزل فيديو تمارين جديد لمدة 14 نهار فما بدي يكن انه تفوتوا أياً من هذا التمرين ما تنسوا تكتبوا لي التم لما تخلصوا الخمس جولات تحت بخانة التعليقات إذا جاهزين خلونا نبدأ فإذا أول التمرين على نياب نجي على البساط بهذا الشكل الكوع بيحكم تحت الكتف عندكم من هنا نحن نرسم خط واحد نحن نبدأ ناخد نفس نحن نفرغ نفس نشد المعدة نطلع لفوق ننزل لتحت أكيد فيكم تستعملوا أو تعملوا التمرين المعدل ننزل لتحت نحن نركز أن الكتف مسبت على الأرض من خلال الكوع المعدة تتشد إلى داخل تضب حوالي الخسر كأنه لبسين كورست ننزل هنا نجرب نفتح الورك فإذا نستعمل هذه العضلة لحتى تساعدنا نفتحها هذه من العضلات التي ممكن تكون عندكم نايمة مثل ما يسموها فنحن نحاول ننشطها نحن حسنا المائلة الثانية جاهزين نسبت الكتف نرجع من ننزل كأنه تفتح الورك في الورك كأنه تفتح الورك في الورك إذا تضعوا أصبعكم هنا ستشعروا بالعضلية ما تشتغل لحتى تستطيع أن تفتح الورك وقلت مثل الآن نجرب إنه نطفوش عن الأرض قد ما نقدر فنشغل كل الجنب طبعي الجسم أنا أصبع بحكي وقامل كأنه ضيط الورد كمان مترح أنه ما نغرق بالكتفون ما نغرق لتحت ندلع شدين التمرين اللي بعضه رح نشتغل على الأفقاد الخارجية والجوانية على الشكل الأيتي منجلس الأجرين ممكن تخذوهم لقدام شوية إذا بترتاحو إيدنا على المات ناخد نفس منطلع الأجر ونسحب الثانية وراها مننزل اثنين سوا ناخد نفس ناخد نفس ناخد نفس ناخد نفس جربوا على الأجر قدمة فيكن من دون ما تبدأ شو تستعملوا الخسر عم نركز قدمة منقدر على عضلات طبع الساك والأرداف جهة الثانية نحضر حالنا هلأ في منكم يمكن ينبسطوا نديمين على الأرض بس حكموا الحفوضين فوق بعض وشبد المعدة ناخد نفس نرجع وننزل ننتبه أنه الرعبة ما كتير تشتغل لأنه ما قلة شغل هون عم نشتغل نحن أكثر على العضلات طبع الوراق عم نفتح الوراق ونرجع نشتغل على العضلات الفخد الجوانية طبع الأجر يلي هي من تحت تباقنا المعدة دائما المشدودة فيكم نشدوا بأيدكم على الأرض لحتى تساعدوا حالكم تلاقوا السابات المطلوب نرجع وننزل نرجع وننزل نرجع وننزل تمام وهيك منكم خلصنا من جولي الأولى حسنا نرجع ونثبت الكوع على الأرض الكتف سيحكم فوق الكوع جاهزين نأخذ نفس نشتغل المعدة نشتغل كل الجنب الذي قريب على الأرض فكروا أنكم تتعلوا قد ما فيكم بعيدة عن الأرض هون تتحدوا قوة الجاذبية فكروا أن هناك شيء يجزبكم للسماء كما ذكرت في المقادمة أريد أنكم تركزوا على التقانيات ليس تعملوا بسرعة حاولوا أن تنزلوا على مهلكون نتحدى قوة الجاذبية ننزل أخر مرة نرجع وننزل حسنا ماء الثاني جاهزين ننزل كما نحن نعود أكيد تضعوا موسيقى عندكم في البيت إذا أردتكم نعود نعود نتأكد أن الحوضين فوق بعضهم نشد القفة ونشد عضلات الأرض نحن مطلعين خاصة على الجنب الذي قريب للأرض والجنب الذي فوق الأرض إذا تضعوا أصبعكم كما ذكرت فيكم كما تشعروا فيها عندما يشتغل واو كمان حسنا نبدأ مع الماء الثاني هل أنه تمرين الساقين الجانب أو تمرين الساق الجانبية يمكننا أن نسميه الحوضين فوق بعض المعدة مشدودة أكيد يمكنكم تعمل التمرين المعدل نأخذ نفس ونرجع وننزل كمان كمان يمكنكم تعتمد أي نفس أنتم تحبون المهم أن تتنفسوا تنفسوا ركزوا كثيرا على الإجرم التي تحت تقدروا تصوبوه صوب السماء كمان قد ما تستطيعوا تركز علي قد ما تكونوا عم بتساعدوا عضلية الفخد الجوانية نرجع من نزل تمام الماء الماء الثاني إذا بتفكروا فيها قربنا نخص جولة الثاني يقدم لح سأعطلوا حالة شوية مجال الحوضين فوق بعض عبنية الحوض منرجع من ننزل فيكن تحطو إيدكن عالقرض منرجع من ننزل مننزل ننزل حاولوا علوا قدمة فيكم منذ لا تستعملوا الخصر او الضهر و اجرد تحت نيع مجارب تطلع الى فوق نحن نخذ بريك اصير تمام فاذا خلصنا جولة ثانية فاذا هيدا الجولة الثالثة الكوع الحوضان صرنا بنعرف ناخد نفس بنعلي نركز قدمة يكون عندنا هنا راكز مضبوط القصم الاعلى من الجسم قدمة فينا نطفش بالارض و نقدر نعلي و انتم مرتكز وزنكم مبدئيا على هذه الجهة من اليد و من الرجبة بس عن الجنف و نزول يعني عن هذه شقفة من الاجر تحت نيع نرجع و ننزل تخبروني ماذا الوضع بكرة ماذا التعديل يمكن ليس بكرة بركي بعد بكرة راو مالة الثانية مالة الثانية عم بلش حسات عم تبنيش يعني تنشاطي التو عضلي ناخد نفس ننزل ننزل ما تنسو تشدو وتعلو لفوق و نرجع و ننزل ننزل يمكن تحسوا الجرهة أضعف من جهة ضعف العضلة يعني مثلا بالناسبة لقالي عجلة الشمان بحسق حالا معانيا أكتر لو أطلع لأنه يمكن العضلة ما بتتنشط معي بسرعة فابدت فكر فيها أكتر شغلة 45 ثانية بطلوا يا اخوة يخصون اليوم يالا من نام هذا احسن جديد اليوم يمكنكم تشكروني بعدين نحن نأخذ نفس نحضر عندما تكونوا جاهزين من علي نرجع ونواطئ دعونا نأخذ نفس نحن من علي نتفرغ النفس ومننزل نأخذ نفس نأخذ نفس نأخذ نفس نجرب قد ما نستطيع معلل اجر اعلى من الحوض من دون ما نستعمل عضلات الخصر يعني هذه المنطقة من جسمكم لحد دلة مسطحة لا تستعمل طبعا عضلاتكم تعمل لتسببت وجودكم بهذه الوضعية لكن ليس هي اللي تقوم برفع الساق هلأ بنعمل المال الثانية قرأ بتخلص الجولة الثالثة عجاد يوم عم يمروا التمرين هيك يلا عضمتين فوق بعض المالة مشدودة نأخذ نفس نرجع ونواطئ نأخذ نفس نرجع ونواطئ نأخذ نفس نرجع ونواطئ يمكن تبين الحركة هنا ولكن صدقوني انها صعبة اذا بتعملوها مزبوط اذا بتفكروا مزبوط بالعضل اذا ما بتصمحوا للجسم انه يلق لورا هذه اهمية تمارين بيلاتيس لانه بتخليكم تفكروا بالعضلات المثبتة البطنية انتو عم تعمل حركة وانتو عم تستعملو نفس معين فبدأ كثير تركيز نحن نعمل واحدة بونس برافو وهيك من كنت هنا من الجولة الثالثة بلشنا نشويب يلا بعد فيه جولتين فإذا الجولة الرابعة هيا بنا ناخد نفس نفضل نفس ونفضل نفس وننزل نفضل نفس فيكم وتبر مراسكم صوب الإيد وإذا عم بديكم الرقبة ممكن تطلعوا بجهة الشاشة تطلعوا ضغري بعض الناس تحط تطلع لفوق بس أنا ما أفضله فكل وقت تركزوا انه تشدوا العضلات عن الجنب الخصر والحوت والساق انك جا عم نزيح تمام يلا الجهة بتاين ليس مسحة يلا تأكد الكوى موجود عصوية الحوت نخرج وننزل تأكد النشط العضلات قبل ما نخرج يعني تكون تجاهزوها للعضلات قبل ما تقوموا بالحركة حتى يكون الجسم مستعد للحركة التي ستعملوها الذين لا يتبعني على اليوتيوب عن جد عم يفوتوا كثير من نصايح وتعليمات كثير من نركز عليها دائما بصفوف المجموعات بحساس المجموعات او الحساس الخاصة اللي بعطيها لتلميزي واخر مرة تمام المعيلة التانية انا كثير مبسوطة اليوم الجولات عم مبطيل طهران يب ناخد نفس يدنا قدامنا نعلي نرجع نعلي 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 عم بستعمل الزفير انا عم بعمل الحركة الصعبة ويلي هي بهيدا التمرين الاصعب اني يعلي الاجر التحتينية نعلي 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 انتو نعلي نحن نعلي تمام الجهات الثانية لا تفتحوا قد تستعملوا خسر طبيعيا نشرود وننسى هذا الموضوع من هون هلا ناخد نفس من جري نعلي الاجر الثانية صوب الاجر الاولى ناخد نفس نوطي شوي شوي دي بس هالي حالي نتفي ناخد نفس نوطي ناخد نفس نوطي نعلي الاجر قد ما بتقدروا من دون ما تستعمل خسر نعلي الثانية صوبة ونوطي تمام بعد مرة نعلي الاجر ونوطي برافو خلصنا الجولة الرابعة نحن بلش الجولة الخامسة ناخد نفس ونرفع ونرجع وننزل نعلي الاجر لا تنسوا اكيد تعملوا عضلية الجانب قبل ما تبلشوا تطلعوا تضغطوا بالمنطقة طبعا الكوع والإيد التي موجودة على الأرض هي التي ستجعلكم تثبتوا أكثر دائما نترك مسافة بين الدين والكتف نرجع منزل ثم ثم جهات تانية نزل شغيرة بحل نشبه الكتب ثم نرجع منزل قد ما فيكم جربوا انتم تتعلوا اتناش طو تعلوا وتفتحها الربية أو فيكم تعمل تمرين المعدل أكيد ثم ننزل على مهر قربنا نخلص صدقوني نعلي نرجع من المطر حسنا التمرين اللي بعده قربنا نخلص عن جاد لحم النام على الأرض نضغط نضغط نجعل نعلي 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 نجعل نعلي قد ما منقدر نعلي نعلي قد ما منقدر بالصاك التحتانية قليلاً قليلاً لا تستطيع التعليق اليوم كلما تعيدوا التمرين كلما تصبح أقوى و يزيد نطاق الحركة التي توجدكم من محمس كثيراً على التمرين اليوم من الجولة دعونا نخلصوا سواق نحدد الحوضان فوق بعض ناخذ نفس نفرغ تأكدوا تكونوا قاعدين مرتاحين و ننزل قليلاً قليلاً و ننزل أينك يا وقت؟ استجاب القدر و خلصنا آخر جولة دعونا نوقف التمر ألف مبروك لأنه خلصت اليوم الخامس من تحدي الربيع سواق أقوى ياللي مدته أسبوعين و لكنكم لا تنسوا تخبروا أصحابكم أهلكم و أولادكم أنوا يشاركوا بها التمرين لأنه حتى لو قدروا تعملوا ثلاثة أربعة أو خمس تكرارات لكل حركة أو مثلاً ثلاثة ثانية أو عشرين ثانية يكونوا على قليلة عما يعملوا نشاط بدني حيوي معكم و لا تنسوا تعملوا لايك لهذا الفيديو و تشتركوا بالقناة إذا لم تشتركوا و تكبسوا زر الإشعارات حتى تعرفوا عندما نزل الفيديو بكرة و أراكم الآن أراكم بكرة